زيارة آل ياسين من حرم الإمامين العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يصل على محمد وآل محمد سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادة السلام عليك يا تالي يا كتاب الله وترجمانا السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكدا السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنا السلام عليك يا بقية الله ونصر حقه والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنود السلام عليك حين تركع وتسجود السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك حين تحقي کرم والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام أشهد يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأن محمداً عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن علي أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموتى حقا وأن منكرا ونكيرا حقا وأشهد أن النشر حقا والبعث حقا وأن الصراط حقا والمرصاد حقا والميزان حقا والحشر حقا والحساب حقا والجنة والنار حقا والوعد والوعيد بهم حقا يا مولاي شقيا من خالفكم وسعدا من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتمه والباطل ما أسخطمه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريكا وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين